ساعة قليلة فقط مضت على المظاهرة الحوثية التي تريد تشيع الناس في صنعاء حتى جاء الرد من تعز بتظاهرة أكبر وبينما رفع الحوثيون الرايات الحمراء ضمن جهودهم للاندماج في المعتقدات الإيرانية رفع المشاركون في تعز اللافتات السوداء تعبيرا عن النكبة التي حلت بالجمهورية قبل أربع سنوات المتظاهرون في تعز رفعوا شعارات عن تعهد الشعب برفض حكم الكهنوت ورفعوا لافتات تتحدث عن ذكرى النكبة التي حدثت قبل أربع سنوات معلنين استمرار النضال والصمود والمقاومة والتصدي للانقلاب الطائفي والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة إذن هو صراع بين مشروعين لا يلتقيان أبداً بين الإمامة وبين الجمهورية بين الشعب وبين السلالة بين السادس والعشرين من ستمبر والحادي والعشرين من ذات الشهر بين العرب والفرس 21 ستمبر يعتبر اليوم الأسود بتاريخ اليمنيين اليوم الذي عاد فيها الأماميين إسقاط القمهورية في نفس شهر ستمبر اللي قامت عليهم القمهورية لإسقاط الأئمة ونحن نقول لهؤلاء المخلفات الإمامة أن الشعب الأمني صحي ولن يستسلم سيحافظ على ثورة ستمبر وعلى قمهوريته حتى لو قدم مئة الآلاف من الشهداء وأمام إصرار كهذا من قبل الشعب تبدو الآمال الحوثية في إعادة الإمامة أصعب من أي وقت مضى خصوصاً وأن المعارك أضحت في قلب الحديدة وعلى مشارف أرحب في صنعاء وفي صعدة صارت طلائع الجيشي تقتحم أوكار الإمامة في كتاف وتقترب من كهوفها في حيدان بعزم جمهوري لا يليل وإرادة صلبة للانتصار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر